اشتركوا في القناة قد لا يقتنعون بها فلم يبقى في أنفسهم شيئاً كبيراً على الدين ولا على النبي حتى ظهر في الأمة وهذا مما يدمي القلب من يأتي باسم الإسلام إلى مجتمع هو يذهب إليه باختياره ويعلم أنه لو صلى أو صام أو أذن أو تصدق لما تعرض إليه لما تعرض له أحد هم يأذنون لك بأن تصلي بأن تصوم لا يتعرضون له في دينك لإن كان النبي وكفار والمسلمون وإن كان النبي والمسلمون معه لا يقدرون أن يصلوا عند الكعبة وهي مقام التوحيد الأول ومع ذلك نهى الله عز وجل عن صب أسرامهم فإن هؤلاء يأذنون لك أن تصلي أن تصوم يأخذون بالآية على غير فهمها لكم دينكم وليدين فيأتي أحدنا من هؤلاء عفو الله عننا وعنهم وهدان الله وأيهم سواء السبيل فيقتحم دورهم أو دور عباداتهم أو مجامع أسواقهم فيقتل ويسفك من الدماء دماء أبرياء حقا أبرياء قد بعضهم لم يسمع بدين الإسلام أصلا ثم يريد من الناس أن يعرفوا سماحة الإسلام وعظمة الإسلام ويقرأ عليهم آيات القرآن فهو يقول لك بلسان حاله ومقاله لو كان ما تقوله حقا لما فعلت بنا هذه الأفعيل فإذا كان سب الأصنام منهي عنه لذرء مفسدة أعظم فإنما يقع في زماننا هذا لا يتاب مؤمن عالم أبدا في أنه لا يجوز شر عن البتة وأن من يصنع هذا الصنيع في بلد أوروبي أو غير أوروبي أو عربي أو مسلم أو بلد مسلم فهو آثم لا محالة وقد جر على الدين ما يضره وإن كان دين الله عز وجل محفوظا بحفظ الله جل وعلا لكننا نحن مؤتمنون على هذا الدين وحتى نكون مؤتمنين حقا على هذا الدين ينبغي علينا أن نظهره للناس كما هو الإسلام لا يحتاج مننا أن نزينه زينه من ألزم الناس به من اختاره دينا لكن يحتاج مننا أن نتمثله في كل حان وحين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الله يقول أن تبروهم مع الكلمة بر هذه جاءت في أعظم المواطن وبرا بوالديه وبرا بوالدتي ليس البر كلمة مشبعة بالإسلام ومع ذلك جعلت في القرآن حتى لغير المسلم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم واضحون الآن؟